السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى متابعينا من كل مكان رجعت لكم بفيديو جديد ورح نتناول مجموعة من الأحداث الهامة اللي يتناولها الإعلام الألماني ولكن الجديد بهذا الفيديو أنه رح نتكلم عن حدثين هامة جداً بألمانيا وحدثين هامة جداً أو ظواهر تحصل في بلدين مقربين جداً من ألمانيا أحدهم أمريكا وأحدهم بريطانيا لذلك أصدقائي أرجو منكم أنه تبقون إلى نهاية الفيديو حتى تأخذون فكرة كاملة عن ماذا يحصل في هذه البلدان أول شيء رح نتكلم به هو الانتخابات هناك تحالف يسمى تحالف إشارات المرور أمبل كوالتسيون أو تحالف الترافيك لايت هذا التحالف هو يعتبر مرشح إلى حكم ألمانيا طبعاً في واحدة من أغرب نتائج الانتخابات في ألمانيا التي لا يوجد بها فائز واحد يستطيع الانفراد أو يستطيع يعني التفرد بالكعكة وحكم البلاد لأن كل من يريد أن يحكم ألمانيا يحتاج إلى 51% من أعضاء البرلمان أو من الأصوات كي يشكل حكومة ولدينا الحزب رقم واحد هو حزب الأس فيدي اللي لديه بالكاد 25.7 من الأصوات وهو حزب أولاف شولتس اللي هو مرشحة مرشح حزب الأس فيدي يحتاجون إلى التحالف مع أحد لحكم ألمانيا واحدهم لا يمكنهم عمل شيء بل لو تحالفت أحزاب صغيرة والتفت يعني باتجاه المعاكس لحزب الأس فيدي بالإمكان عزل هذا الحزب ودفعه إلى جهة المعارضة وسوف تحكم الأحزاب الصغيرة البلد ويخسر الأس فيدي الكعكة طبعاً تكلمنا يوم أمس عن التحالفات الثلاثة الممكنة ثلاثة احتمالات اشتراكي والخضر والحزب الديمقراطي الحر هذا يسمى تحالف إشارات المرور لألوان أحزابه مثلاً الحزب الاشتراكي لون أحمر الخضر لون أخضر يعني شعارهم باللون الأخضر والديمقراطي الحر باللون الأصفر لذلك سمي ائتلاف إشارات المرور الاشتراكي مع الأونيون حزب ميركل وشركة البافاري ويعني يصبح بهذا التحالف شولتس والرئيس التحالف الأول أيضاً يصبح شولتس والرئيس السيناريو الثالث هو حزب ميركل يتحالف مع الخضر والليبرالي هذا يسمى تحالف جمايكا لأن رموز وألوان الأحزاب تشير إلى علم دولة جمايكا وهذا الحزب يجعل لشت يكون الرئيس اللي هو خليفة ميركل أو مرشح ميركل الأهم بكل الأمر أنه استطلاعات الرأي تشير إلى أنه غالبية سكان ألمانيا 63% يريدون أولاف شولتس أن يصبح رئيس ألمانيا أي يصبح مستشار ألمانيا مهما كان التحالف الذي يمثل أولاف شولتس يعني مهما كانت الأحزاب التي تحالفوا إياها يجب أن يصبح مستشار ألمانيا 55% من الألمان يريدون تحالف إشارات المرور مع الخضر والديمقراطة والحر والاشتراكي وهذا التحالف يجعل شولتس يكون الرئيس هذا هو أكثر شيء متفق عليه مع أنه أكثر شيء 55% برأيه سوف يكون يعني سوف لن تتكون تلك الحكومة القوية اللي تتخذ كل القرارات بحزم سوف تكون المعارضة لها صوت كبير جدا جدا أصدقائي انظروا إلى الإثارة بالأمر الآن الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر هم من سوف يفرضون شروطهم ويقررون مع من سوف يتحالفون على رغم من أنهم أحزاب صغيرة لذلك قد يكونون هم الفائز الأكبر بالانتخابات أو المؤثر الأكبر بالمشهد السياسي الجديد بالأمر أنه جمهور الحزب الديمقراطي الحر لاحظ الانقسام 41% منهم مع تحالف الأمبل كوالتسيون يعني مع تحالف إشارات المور يعني مع أنه يتحالفون مع شولتس ومع الخضر هؤلاء جمهور الحزب الديمقراطي الحر و51% منهم من جمهور الديمقراطي الحر مع تحالف جامايكا اللي هو حزب ميركل وشركة البافاري وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر اللي هذا يجري استفتاء جمهوره فتخيلوا ليس من السهل أن يلجأ الديمقراطي الحر إلى التحالف مع حزب الاس بي دي كون جمهوره لا يرغبون بهذا الشيء وهذا سوف يؤثر على شعبية الحزب خلونا نشوف رأي حزب الخضر اللي أيضا يعتبر مؤثر 81% من جمهوره يريدون تحالف إشارات المرور يعني يريدون التحالف مع س بي دي أولاف شولتس ويريدون التحالف مع الديمقراطي الحر و 16% فقط من جمهور هذا الحزب أو حزب الخضر اللي هو حزب الثالث بألمانيا ويريدون تحالف جمايكا أي باختصار العبارة يريدون التحالف مع حزب المستشار أنجلي ميركل وشركة البافاري والديمقراطي الحر وبالتالي أرمن لاشت يصبح رئيس فقط 16% من جمهور الخضر يريدون هذا الشيء الأمر إن كان يدل على شيء فإنه يدل على أنه شباب الخضر نعرف أنه حزب الخضر أغلب جمهورهم الشباب الغالبية العظمى من الشباب في ألمانيا اللي عمرهم من 18 إلى 24 ذهبوا واختاروا حزب الخضر بالدرجة الأولى واختاروا حزب الديمقراطي الحر FDP بالدرجة الثانية هؤلاء الأجيال أو هذا الجيل لا يريد التحالف مع حزب ميركل ولا يريد أن تحكم ألمانيا وجوه كبيرة وجوه غير متجددة إذن الأمور معقدة وسوف تصبح ربما أصعب حكومة يتم تأسيسها في تاريخ ألمانيا من حيث التفاهمات ومن حيث التحالفات نجي الموضوع الثاني أصدقائي شيء يتعلق بألمانيا هناك شيء يحدث بأسعار الشحن والبريد طبعا تدفع عزمة كورونا الأسعار في صناعة الخدمات في ألمانيا إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أعوام حسب المكتب الفدرالي للإحصاء من ناحية أخرى حركات المرور وأسعار الشحن أصبحت أعلى تكلفة بكثير من فترة ما قبل الأزمة أسعار المنتجين مثل شركات الغذاء والمشروبات والمعلبات وكل المنتجين بصورة عامة في ألمانيا أصبحت أعلى بالربع الأول من عام 2021 بمقدار 7.2% عن عام 2020 بالنسبة لأسعار الشحن البحري والشحن الساحلي يعني أسعار تكلفة الخدمة بالموانئ وتكلفة الشحن البحري نقل البضائع بالسفن هذه التكلفة ارتفعت بشكل حاد جدا ربما أكثر من ارتفاع سعر الشحن البري والأسعار تضاعفت على مدار العام يعني الأسعار الشحن البحري والموانئ والساحلي ارتفعت خلال العام الماضي خلال الـ 12 شهر الماضية لأسباب مثل السبب الأول هو التعافي السريع والمفاجئ للاقتصاد الصيني وأوقات التفريغ للسفن قد أصبحت أطول من السابق بسبب إجراءات كورونا بهذا الميناء أو بميناء آخر تخزين حاويات فارغة بالموانئ حاويات فارغة محجوزة لشركات تسليمها من مزوديها قد تأخر هذا أيضا ساهم بارتفاع أسعار الشحن بالنسبة إلى مجال الطيران والشحن الجوي ونقل الأفراد الوضاعي يعني جوا هذا المجال لم تحصل به زيادة كبيرة بالأسعار بل الزيادة حصلت فقط بعام 2020 مقدارها 3% أما عام 2021 فالزيادة كانت فقط 1% من تكلفة هذا المجال الذي يعتبر هو الأغلى من الشحن البري ومن الشحن البحري يعني البري والبحري أرخص بكثير من هذا الشحن أصدقاء أني يجي الآن إلى خبر غريب جدا من ألمانيا لا تكاد تصدقه لو لم تنشر القناة الألمانية الأولى أي أغدي والتاقس شاو هناك عجوز ألمانية عمرها 91 عام تزرع نبات القنب أو تزرع الحشيش ولكن أين بمنزلها بمنزل حفيدها لا بدون رعاية المسنين أو بدون رعاية المسنين الذي تقيم به أو تقيم به بولاية بافاريا طبعا هذه المرأة يعني حسب كلام الشرطة تم ملاحظة الحشيش نبات الحشيش أو نبات القنب بغرفتها وهي قد زرعته بشرفة الغرفة بيدار رعاية المسنين الأمر ببداية لاحظة موظف الرعاية في لاندكرايس كرومباخ في ولاية بافاريا وفور ملاحظته لشرفة أو لبالكون المرأة المسنة يعني بغرفتها اتصل بالشرطة لأن المنظر كان مرعب كمية كبيرة من الحشيش أو من الماريوانا النبات المزروع فلما اتصل بالشرطة والشرطة أتت لمكان إقامة المرأة أو ذهبت إلى البالكون الذي يعني تجلس وتتشمس به المرأة التسعينية وسألت المرأة المسنة ما الذي يحصل ما سبب وجود هذا النبات المرأة المسنة واجهتهم بالتفاجئ الكبير وقالت أنا لا أعرف ما هو هذا الزرع ولا أعرف شيء عن قوانين زراعة الحشيش بألمانيا هل هذا حشيش؟ هل هذا زرع ممنوع؟ هذا زرع جميل أنا أحتفظ به وأسقي وهذا يعجبني وأنا أحبه هذا الذي قالته المرأة من ناحية أخرى المرأة كانت غاضبة على الشرطة لأنها لا تريد أن يخربوا مزروعاتها التي تعتبر عزيزة على قلبها ولكن مع نصائح الطبيب يعني الطبيب بدار الرعاية أو بدار رعاية المسنين نصح الشرطة بمصادرة هذه المزروعات حتى لو كانت يعني عزيزة على صاحبتها لأنه قد يدخنها المسنين وقد يؤذون نفسهم أو يعني تسبب لهم الإدمان خصوصا لأنه لديهم أوقات فراق طويلة في دور أو في دار الرعاية المهم أصدقائي بعد تفاهم الشرطة مع المسنة لفترة طويلة اقتنعت بأن الحشيش غير جيد للصحة ويجب إزالته حرصا على سلامتها وسلامة النزلاء ولا يزال الموضوع هو لغز كيف حصلت المرأة على بذور الحشيش وكيف زرعت هذا النبات وكيف اعتنت به كل هذه الفترة وهل هي من قام بزراعته أم قام بزراعته شيء آخر المرأة لا تعرف وناسية كل شيء قد تكون صادقة يعني قد تكون يعني فعلا لا تعرف ما هو هذا الزرع وقد تكون بلوة كبيرة ننتقل للموضوع الآخر أصدقائي سوف يفاجئكم عدد الجرائم اللي حصلت بالعام الأخير بأمريكا مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI بأمريكا يصدر إحصائيات بخصوص عام 2020 عن حالات العنف الذي أدى للقتل طبعا النتيجة كانت كارثية ارتفعت عدد جرائم القتل بمقدار 30% رح نتكلم عن السبب السبب رح يكون غريب جدا جدا وسوف يفاجئكم 30% من الجرائم هي الزيادة في عام 2020 عن عام 2017 أو عن فترة يعني ما قبل الكورونا قتل في أمريكا في عام 2020 ما يقارب 21570 شخص بجريمة قتل أو بعنف بسبب السلاح أو بسبب يعني قتل والرقم هو حوالي زيادة قدرها 4900 جريمة عن زمن ما قبل الكورونا والـ 21570 هو أعلى رقم تشهد أمريكا بتاريخها أي منذ بداية إحصاء الجرائم عام 1960 حسب تاقس شعو الأخبار الألماني أغلب الجرائم ترجع إلى عنف السلاح المسدسات والبنادق الآلية في عدد كبير من المدن انخفضت الجرائم المتعلقة بتجارة المخدرات والسطو المسلح وهذا الأمر ربما حصل بكل العالم وليس فقط في أمريكا ولكن بكل مدن أمريكا ارتفعت الجرائم المتعلقة بالمصاعب الاقتصادية والمصاعب الاجتماعية المتعلقة بفيروس كورونا وأحد الأسباب الأخرى التي قد جعلت الجرائم تزداد بأمريكا هو نظام الكفالة حسب كلام الخبراء بسبب هذا النظام تم إطلاق صراحة الكثير من المجرمين العنيفين من السجن الذين عادوا وانتقموا أو عادوا وارتكبوا جرائم أكثر الآن أصدقائي ننتقل بسرعة وباختصار للموضوع الأخير بهذا الفيديو وتركت الأخير كونه مهم وكونه ملفت للنظر ومفاجئ طبعا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتوفيرها مبلغ 26 مليار يورو كانت تدفع الاتحاد ولميزانية الاتحاد ببروكسل كل عام وكانت تعتبر ثاني أكبر ممول بعد ألمانيا اللي تدفع أو سوف تدفع هذا العام 38 مليار يورو للاتحاد الأوروبي بدأت بعض الأزمات تحصل عند الإنجليز مثلا فقدام بعض المواد من رفوف السوبر ماركت نقص الخبز ببعض المخابز بسبب اغتناقات تسليم الطحين للمخابز وصل الأمر تخيلوا إلى أنه مكدونالد قد أغلق بعض الفروعة بسبب عدم وجود خبز كافي ووجود نقص بالخضار وبمواد أخرى آخر شيء وأخطر شيء حصل ببريطانيا هو عدد كبير من محطات الوقود لديها نقص شديد بالبنزين وتم مشاهدة طوابير من السيارات تقف أمام محطات الوقود وأن بعض المحطات تفتح فقط لمدة ساعتين باليوم بسبب عدم وجود كم يكفي من البنزين أو الديزل أو أنواع الوقود الأخرى لإعطاءها للناس أو للمستهلكين طبعا السبب هو والسبب بكل هذه الأزمات التي تحصل ببريطانيا هو بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي غادر بريطانيا أكثر من 70% من سائقي الشاحنات الذين يأتي معظمهم من دول شرق أوروبا حتى في ألمانيا كثير من الألكافيهات يعني يشاهد أنه أرقامها رومانيا، بلغاريا، سلوفينيا، بولندي فهؤلاء غادروا بريطانيا وحتى يدخلون الآن لبريطانيا يحتاجون لإجراءات طويلة ومعقدة للحصول على الفيزا والإجراءات ليست سهلة لذلك تركوا العمل لبريطانيا وحصلت الأزمة هناك طبعا جمعية محطات تعبئة الوقود قالت تنتمي لدينا يعني مشاركة بهذه الجمعية أكثر من 550 شخص يمتلك محطة وقود أو الشركة أو مؤسسة والنقص بمحطات الوقود هو نصف محطات الوقود حاليا بريطانيا تعاني من نقص وأغلقت أبوابها وكاتبين على أماكن التعبئة sorry we have no fuel يعني لا يوجد لدينا وقود أو out of service أحد الأسباب الأخرى التي جعلت هذه الأزمة تتفاقم هو أنه في زمن كورونا من يريد أن يعمل إجازة سياقة لقيادة الشاحنة في هذا الوقت على الإنسان أن ينتظر طويلا جدا بسبب تأجيل الامتحانات لأسباب متعلقة بالوباء أو لأسباب أخرى أيضا متعلقة بالوباء سواء كانت تقنية غياب ممتحنين عدم وجود العدة الكافية كل هذا فقط هو بسبب الكورونا أصدقائي بنهاية المطاف ما رأيكم من هو المستفيد الأكبر من وباء كورونا العالمي وهالخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان قرارا سليم أتمنى أنه تشاركونا آراءكم بالتعليقات وهنا وصلنا لنهاية الفيديو إن شاء الله يرى بتكونوا السفادات وتحياتي لكم رب يحفظكم نلتقي قريبا جدا إن شاء الله مع السلامة